موسيقى أهلا بكم معلمي ومعلمات برنامج الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي اللي بيساعدنا أننا نعمل توعية للطلبة عن بلدهم وتاريخهم ويعرفوا أسباب فخرهم ببلدهم في كل حلقة هنركز على دروس الأسبوع وطرق تدريس مختلفة ومتطورة أثناء المتابعة يفضل يكون معنا ورقة وقلم عشان نسجل أهم النقاط والملاحظات أهدفنا اليوم نجاهز لدروس الأسبوع نتعرف على طرق تدريس مختلفة أهم نقاط الأسبوع في دروس الأسبوع ده الطلبة هيبتدوا المحور التالت عن الثقافة والمجتمع ويتعرفوا على السؤال الرئيسي للوحدة في الدرس الأول هيتعلموا عن نمو السكان وتوزيعهم في بلدنا ومعاني الكلمات دي والكلمات تانية مهمة زي الزيادة الطبيعية والهجرة وأنواعها والكسافة السكانية ويتعلموا عن أسباب الهجرة الداخلية والعوامل اللي بتؤدي لزيادة النمو السكاني وأسباب أن الناس بتعيش في أماكن معينة ويقدروا يحللوا الرسوم البيانية والخرائط المتعلقة بالسكان في مصر في الدرس الثاني الطلبة بيتعلموا عن الهرم السكاني المصر وبيتعلموا كلمات زي التركيب النوعي والتركيب العمري وبيتعلموا عن دور كل فئة عمرية في تقدم المجتمع ونسب كل فئة عمرية بين نوعين زكر وأنسة من إجمالي سكان مصر وبيعملوا مقارنة بين الهرم السكاني المصر سنة 1950 والهرم السكاني المصر سنة 2022 وبيتعلموا أهمية أن الأطفال تحت سن 15 سنة ما يشتغلوش محتاجين نجهز إيه؟ وعارفين إيه؟ طبعا مهم جدا أننا نجهز دروسنا قبل الدرس عشان نبقى عارفين إيه الأدوات اللي هنحتاجها معنا وإيه المعلومات اللي نكون عارفينها بالنسبة للدرس الأول محتاجين أجهزة كمبيوتر أو أجهزة لوحية ممكن تدخل على شبكة الإنترنت وقال حسبة طبعا إحنا عندنا في كتاب المعلم معلومات أكتر عن كل موضوع تحت بند كن أنت الخبير لكن عشان نبقى جاهزين أكتر لكل سؤال بيسأله الطالب ممكن نتعلم أكتر عن المواضيع من خلال الإنترنت أو الكتب الدرس الأول محتاجين نعرف أكتر عن أسباب الهجرة الداخلية من المدينة اللي احنا عايشين وبندرس فيها ولو احنا بندرس في أحد المدن اللي بتجذب الهجرة الداخلية محتاجين نفكر في نتائج الهجرة دي على مدينتنا بالنسبة للدرس الثاني محتاجين أجهزة كمبيوتر أو أجهزة لوحية ممكن أيضا تخش على شبكة الإنترنت المعلومات اللي محتاجين نعرفها قبل الدرس أهمية بيانات الهرم السكاني في تخطيط الحاضر والمستقبل ومحتاجين نبص كويس على الهرم السكاني اللي موجود في صفحة 18 ونقارن بين النسب ونفكر ده بيبقى تأثيره إيه على المستقبل استراتيجيات التدريس هنشوف النهاردة مع بعض طريقتين للتدريس وطبع الأفكار اللي هنشوفها النهاردة موجودة في كتاب المعلم هنستخدم استراتيجية تي شارت في الدرس الأول جزء لنستكشف هدف الاستراتيجية دي إنها تخلي الطلبة ينظموا أفكارهم ويقرنوا أفكارهم وبتاخد تقريباً 8 دقايق ارسم على الصبورة جدول في عمودين أول عمود تكتب في أول خانة أسباب الهجرة الداخلية للقاهرة وفي تاني خانة هتكتب حلول للحد من الهجرة دي وبعد كده هتكرأ الأسئلة فيه لنستكشف أدت حركة الهجرة الداخلية إلى ازدياد الكسافة السكانية بشكل مرتفع جداً في محافظة القاهرة حيث بلغت 52 ألف نسمة لكل كيلو متر مربع ناقش مع زملائك الأسباب التي تدفع سكان المحافظات للهجرة إلى القاهرة واقترح حلولاً للحد من هذه الهجرة الداخلية وتحط الطلبة في مجموعات وتدي كل مجموعة ورقة وتقول لهم إنهم يكتبوا كل الأسباب اللي بتخلي سكان القرى يهجروا للمدن وإنهم يكتبوا ده في أول عمود وبعد كده يناقشوا إزاي يحدوا من الهجرة دي ويكتبوا أفكارهم في تاني عمود وعشان تتأكد إن الطلبة عارفين هيعملوا إيه ممكن تطلب منهم مثال لكل فكرة تحطها في كل عمود وتكتب على الصبورة في الجدول مثلاً سبب الهجرة عشان يدخلوا الجامعة والحل بناء جامعات في المدن الصغيرة وبعد كده ادي للطلبة فرصة إنهم يملوا الجدول وإنت كمدرس ممكن تتحرك جوه الفصل وتسمع بيقولوا إيه وتساعدهم لو فيه احتياج وبعد ما يخلصوا خلي كل مجموعة تقول أفكارها وإنت تكتب الأفكار في الجدول اللي على الصبورة وتخليهم ينقلوا الجدول في كراريسهم ونشوف مع بعض إزاي نستخدم استراتيجية مصنع الأفكار في الدرس التاني فيه لنتفاعل معنا هدف الاستراتيجية دي إنها بتخلي الطلبة مهتمين بالأفكار اللي هياخدوها في الدرس وبتاخد تقريباً أربع دقايق هتكرأ الأسئلة اللي فيه لنتفاعل معنا في رأيك لماذا يزداد أفراد عائلتك على مدار السنين وما الأسباب التي تدفع بعض الأشخاص إلى العيش في أماكن معينة هل هي أسباب طبيعية أم بشرية وتتأكد إن الطلبة فاهمين كل المصطلحات وتقول لهم إنهم عندهم دقيقة دقيقة واحدة يكتبوا فيها أفكارهم على قد ما يقدروا وهنا طبعاً كل طالب بيشتغل لوحده بعد دقيقة وقفهم عن الشغل وقلهم إنهم يشاركوا أفكارهم في مجموعات وتحطهم في مجموعات من أربعة أو خمس طلاب عشان يشاركوا أفكارهم وينقشوها ويختاروا أفضل الأفكار في المجموعة وبعد كده كل مجموعة تشارك أفكارها مع الفصل وتطلب من الطلبة إنهم يشوفوا التشابه والاختلاف ما بين الأفكار توقعاتنا من الطلبة توقعاتنا من الطلبة بتفرق من تمرين لتمرين ومن سؤال لسؤال وطبعاً بتبقى عن صفحات الدرس وصفحات التمرين طبعاً أهم توقع الطلبة يفهموا الدرس مش يحفظوه لأن الطالب اللي بيفهم هو اللي بيعرف يفكر ويطور نفسه وبيساعد بتطور مجتمعه غير كده إحنا بنتوقع من إن الطالب بالنسبة للدرس الأول إنهم يقرأوا ويفهموا الخريطة بسهولة لأنهم متعلمين يقرأوا الخرائط إزاي وبنتوقع إنهم يشرحوا المفردات الجديدة بطريقتهم ويستنتجوا أسباب النمو السكاني في مصر ويحللوا الرسوم البيانية المتعلقة بالسكان في مصر بالنسبة للدرس الثاني بنتوقع إنهم بعد ما يعرفوا يقرأوا الهرم السكاني اللي في صفحة 18 يعرفوا يقرنوا بالهرم الموجود في صفحة 20 ويميزوا ما بين التركيب النوعي والتركيب العمري لسكان مصر ويحللوا الرسوم البيانية عن فئات السكان في مصر إزاي نقيم اللي تعلمه الطلبة؟ قبل ما نقيم اللي تعلمه الطلبة لازم نعرف نقيم إيه ممكن نكون مدرسين شطرين جداً لكن في حتة ما شرحناهاش بطريقة بسيطة أو ممكن يكون الطالب فقط تركيزه لمدة دقيقة فلازم نتأكد إن الطلبة اتعلموا الحاجات المهمة النهاردة هنشوف مع بعض طرق تقييم مختلفة بالنسبة للدرس الأول ممكن نسأل أسئلة زي لو عايش في مدينة كبيرة زي القاهرة الكبرى أو الأسكندرية ممكن يهاجر لقرية؟ طيب إيه اللي هيقنعه إنه يهاجر لقرية؟ بالنسبة للدرس الثاني ممكن نسأل أسئلة زي لو شاب عنده 32 سنة هيبقى في أنهي جزء من الهرم السكاني ولو طفلة عندها 12 سنة هتكون في أنهي جزء من الهرم السكاني وتقدر تشتغل ولا لا؟ إزاي نعيد تدريس عند الاحتياج؟ سعب نحتاج إننا نعيد تدريس حاجات بعد ما نقيم المعلومات من الطلبة في طرق مختلفة ولكن أهم حاجة إننا نعيد التدريس بنفس الطريقة الأولانية هناخد النهاردة طريقة الخريطة الزهنية وهنستخدمها في الدرس الثاني هترسم خريطة زهنية على الصبورة الدورية اللي فوق هتكتف فيها سكان مصر وهتطلع منها تلات دواير تحتها وتطلب من الطلبة إنهم يكملوا الخريطة الزهنية دي بحيث إنهم يذكروا التركيب النوعي والتركيب العمري ونثبتهم من إجمال السكان ويضيفوا معلومات عن مين يقدر يشتغل واللي ما يشتغلش ودوروا إيه في المجتمع زملاء المعلمين والمعلمات كتاب المعلم فيه حاجات كتيرة مفيدة لنا كمدرسين غير إزاي نشرح كل حاجة والإجابات لكل التمرين ففيه شرح لكل نوع تمرين في كتاب الطالب والخصائص والاحتياجات التربوية اللي محتاجينها وعايزين نعرفها لما يكون عندنا تلميذ زو احتياجات خاصة أو زو همم وإزاي ندعمهم تعليمياً نأمل إننا نكون عرضنا توضيح أكتر عن دروس الأسبوع وأفكركم إن كتاب المعلم موجود على بنك المعرفة المصري وفيه أفكار كتيرة هتساعدكم في التدريس وإننا كل ما بنستخدم أفكار في تدريسنا كل ما بنطور نفسنا وطبعاً فيه مواقع مختلفة على الإنترنت وكتب مختلفة عن طرق التدريس ممكن تساعدنا واتطور نفسنا طبعاً فيه دعم برضو للطلبة على قناة مدرستنا في التلفزيون وعلى تطبيق مدرستنا بلس بتساعد الطلبة إنهم يراجعوا فياريتنا نعرف الطلبة عنه في نهاية هذه الحلقة دايماً هنلاقي الورق اللي معنا واللي بنسجل فيها قراتنا التدريسية اللي ممكن نغيرها أو نطورها بعد ما تعرفنا على طرق مختلفة لتدريس المنهج إلى اللقاء في الحلقة القادمة